اشتركوا في القناة جيدة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج الميزان من الان لغاية ساعة الصباح فهذا بيعني انه هاي الفترة من الان للصباح فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر ومن ميل الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير الدور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او تزيين بيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة طبعا اليوم في عنا مجموعة من الزوايا وزوايا كثير فعشان هيك بدها تركيز اكثر لان هاي زوايا بتأثر على جميع الابراج فعشان هيك بدكت ركزوا معي بشكل جيد طبعا الزاوية البطيئة الوحيدة اللي الان اوجها او تأثيراتها المباشرة موجودة هي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه في هاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد اكثر اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم طبعا الزاوية اللي ذكرناها بالامس اللي هي رح تتشكل الليلة يعني موعد بث الحلقة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو الآن ذروة تأثيراتها هي في تمام الساعة عشرة وتسع دقائق ذروتها الكاملة طبعا تأثيراتها زي ما حكينا بتبلش من ساعات العصر لغاية منتصف الليل يعني لغاية الانتقال الكامل للقمر لبرج العقرب هاي الزاوية بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من مساء الليلها هي الليلة الاثنين على الثلاثاء الساعة عشرة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية صباح اليوم له الثلاثاء لغاية الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج العقرب هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بكون القمر انتقل لبرج العقرب عشان هيك في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والانتقاد الغير وحدة الانتقاد وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا في هاي الفترة يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواي بوليسي مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بهاي الفترة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زوايا كثيرة فعشان هيك لازم تركزوا معي مظبوط اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي رح تكون في تمام ساعة اربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا اكثر يعني فيه اهتمام اكثر بيكون بالصحة طبعا هاي الزاوية بتكون تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات الظهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي ذروتها الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبعا طبعا تأثيراتها من منتصف الليل لساعات الظهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي بتدل على ان القمر الان اصبح نصف البدر اللي احنا منسميه الربع فهذا الربع الاخير وهاي الزاوية راح تكون فيه تمام الساعة وحدة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من ساعات الصباح او الفجر لغاية ساعات المساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة ثنتين ودقيقة عصرا طبعا هاي الزاوية تقريبا بتظل مستمرة معنا من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستحادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني من عصبية او مفاجآت طبعا من ناحية سلبية وهي تاثراتها من ساعات العصر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي زاوية ايجابية راح تكون دروتها الساعة 11.40 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وهي تاثراتها من ساعات ما بعد العصر لغاية ساعات الفجر تقريبا من فجر يوم الاربعاء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم هي بتتركز اغلبها على مناطق المسالك البولية فعشان هيك حتى عند الانتقال للعقرب نفس الشيء هاي اكثر الاعضاء اللي لازم نوفر لها العناية الاضافية لما بيكون في الميزان لغاية ساعات الفجر الكلا والحالب والمثانا والاوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية ولكن من ساعات الصباح بتتركز اكثر على الاعضاء التناسلية والمستقيم والشرج واليحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات فعشان هيك من الان موعد بث الحلقة لغاية ما يطلع القمر من برج العقرب والتأثير كله على المسالك البولية فعشان هيك بتوفروا العناية الاضافية واللي بشعر باي اعراض جانبية او اعراض بتطلب منه مراجعة الطبيب ما يتأخر واكثروا من شرب السوائل في هاي الفترة بالنسبة لليوم طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية ما فيه اي مشاكل لانه انتهاء خلو المسار رح يكون فيه ساعات الفجر تقريبا او ساعات الصباح الباكر فاغلب اليوم ما فيه خلو مسار لاجواء جيدة طبعا اليوم هذا غير مناسب لعمليات تجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر والصبغ العادي اللي هو التجميل الطبيعي ولكن لا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم هذا مناسب جدا لهذا الموضوع ولكن مع حساسية الجلد ممكن شوي تشعروا ببعض التهيج مكان الابرة فعشان هيك لازم اخذ بنادول كل ست ساعات او براستمول كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام او لحديث ما ينتهي الالم هاد عشان ما تشعروا بالاعراض واي مكان وخز الابرة من اي صيدلية او اكزخانة ممكن تجيب انت دهون في سودين اللي هو مضاد حيوي انت بيوتك لوكل بيجي دهن على نفس مكان الجرح هذا بيكون مكان الحقن فهذا ممتاز جدا لهاي الامور الا اذا تطلب الامر ادوية للتحسس فهاي طبعا بدك تشوف الدكتور او صيدلي لانه هو بعرف باسماء الادوية على حسب بلدك بالنسبة للقمر بما انه رح يكون في برج العقرب معناه تخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس رح يبدأ يوم الخميس سبعة وعشرين واحد رح يبدأ خلوه المسار هذا في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش برضو صباحا يعني مدة ساعتين من ساعات الصباح خلوه المسار لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة احداش وثلاثة وعشرين دقيقة مساءا بيصبح اربعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعاش اثنين منتحسي بنسبة اربعين في المية القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب لغاية صباح يوم سبعة وعشرين واحد سعيد بنسبة عشرين في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح ينتقل للجدي حتى يوم أربعة اثنين منتحس بنسبة عشر في المية الزهراء في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% أبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات الصباح حول تدعيم شراكاتكم شراكاتكم المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الأزواج ولكن من الآن للصباح بتكون تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بعي شيء ممكن إنكم متوفوا فيه لأنه هذا رح ينعكس عليكم سلبا في الأيام القادمة في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يتحرك من مقابلكم شوي فعشان هيك بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور طبعا القمر الآن في البيت السادس وبدأ ينتقل للسابع فهي مراحل المقابلة بالنسبة للقمر لإلكم عشان هيك تعتبر هاي فترة نقطة ضعف لإلكم من الآن لغاية ساعات الصباح بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد حاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم نهائيا خلال هذا اليوم رغم إنه ما في مخاطر ولكن بدها نوع من أنواع الرقابة الصحية في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير مقابلك تماما في البيت السابع فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية ولكن ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبل فعلى إنه طاقتكم ضعيفة بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وهدوء كامل بدك تحاضروا اليوم من القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك اليوم قوي والعراقيل ممكن إنها تستفزك برج الجوزة ما زالت الأجواء جيدة على المستوى العاطفي لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بضل الأجواء جيدة لقضاء وقت ممتع مع أحباكم والتواصل معهم أو التقرب معهم أو حتى للأمور العاطفية والهوايات وممارسة هواي والأمور الفنية الأجواء جيدة وممتازة جداً زي ما حكينا لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح رح يبدأ العمل بالتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر ما في قلق ولكن بحاجة للرعاية أكثر وخصوصاً ركزنا على المسالك البولية فانتبهوا لهذه النقطة اليوم ابتتزامن الواجبات وابتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي لأنه الواجبات كثيرة وممكن عندك أكثر من عمل ابترغب في إنجازهم اليوم حاذر من المشاكل الصحية هاي كمان تنبيه برج السرطان اتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت خصوصاً من الآن لغاية ساعات الصباح طبعاً ليش شراء قطعة أثاث لأنها فترة خلوه ومسار في خلوه ومسار حكينا ما تبادروا بأي عمل جديد المهم اهتموا بالأمور العائلية لأنه رح يكون فيه شيء معين العلاقة بالبيت لغاية ساعات الصباح أو عائلي من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بشكل إيجابي وقوي بالحضوض فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتفاهم معاهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات الأجواء جيدة ودعملة إليك بشكل قوي وممكن تحل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة في الأيام الماضية وتعتبر هاي فترة إيجابية جداً برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي بدي يتقدم لإمتحان بده يستعد بشكل جيد الفترة جيدة ما زالت للنقاش والحوار والتواصل والاتصالات واللقاءات وأنت عندك قدرة إقناع عالية جداً وسرعة بديها ممتازة جداً فحاول أنك تستغلها بشكل جيد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتركز على البيت فعشان هيك بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بدك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شيء أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك خلال هذا اليوم لا تفرض رأيك على أحبك فترة مناسبة لا التنقلات ولا الحوارات ولا الإجتماعات وحتى للاستثمار إلا أن الاستثمار هاي بحط عليها علامة استفهام لأنه فترة تراجع عطارد والزهرة ما بنصح في هذا الموضوع برج العدرة طبعا ما زل القمر موجود في بيت المال لغاية ساعة الصباح ولكن بما أنه في خلو مسار لغاية ساعة الصباح منقولكم احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو مصاريفكم منتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو تنسى أغراضك أنت وين بتحطهم أو تفقدهم فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت الثالث وهو داعم لإلك فرح تنشطه في أمور العلاقة بالسفر القصير والاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات وبيكون لكم اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار الأهم منه اليوم رح تكثر عندك النشاطات على حسب حقل اختصاصك يعني إذا كنت موظف إذا كنت في بنك إذا كنت ربت بيت كنت طالب فيه نشاط في المجال اللي أنت بتشتغل فيه أو أنت عايش فيه فممكن اليوم تكون لك بعض اللقاءات اللي تكون مفيدة جدا باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وحتى اليوم تجدوا أن الجنس الآخر أنتم ملفتين للنظر لإلهم يعني بتلفت انتباه حتى على الشكل العاطفي مع هيك لا تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم اللي اعتيادية اللي أنتوا أساسا ماشيين فيها ما تبدأ بشيء جديد عشان فترة خلوه ومسار وهذا التحذير لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير وبصير تركيزكم على الأمور المالية فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية خلال هذا اليوم يعني التركيز رح يكون على الوضع المالي بكامل طاقته عشان هيك انتبه على أموالك وركز بشكل جيد لحصد المكاسب برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لغاية ساعة الصباح يعني من الآن للصباح اللي هيك فيه نوع من أنواع التعب موجود لكن مش بقوة التعب اللي كان موجود باليومين اللي مضوح حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من أعمال ضرورية من العمل المتراكم واخلدوا للراحة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح رح تجد الأجواء تغيرت تماما فرح يطرق تغيير للأفضل على صحتكم ورح تستعيد حماستك وتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في بيتك اللي هو بيت الأصدقاء ورح ينتقل القمر لبيت متاعبك فالآن لغاية ساعات الصباح بظل فيه نشاط ما بينك وبين الأصدقاء واتصالات وحوارات وتقرب وممكن دعوات وحفلات أو لقاءات على كل الأصعد أهم إشي أنه من الآن للصباح لا تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع إلكم أو أحد الأشخاص ممكن يقطعوا لإلكم ما تخذوا في هذا الكلام لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاضروا من البلبلة والالتباس طبعا هذا الضغط مستمر لغاية صباح يوم الخميس فبدكوا تتهيئوا لهاي الأمور طبعا اعمل الأشياء الروتينية وابعد عن أي شيء فيه اتخاذ قرار أو شيء مهم بدك تتخذه خلال الفترة هاي بنصحك أنه خليه لصباح يوم الخميس بكون أفضل برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بدكوا تواصلوا أعمالكم الإعتيادية وحاولوا أنكم ما تبدروا لأي عمل جديد حاولوا أنه من الآن لغاية ساعات الصباح ما تشوهوا سمعتكم بأي تصرف ما تخوموا بأي شيء جديد يعني الإشي الروتيني فقط ما تجازف وما تغامر وما تتهور في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح ينتقل ويصير في بيت الأصدقاء فرح تلتقوا بالأصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن اليوم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنك تحاول أنك ما تستسلم اليوم وكرر المحاولات لأنه اليوم لأجواء اجتماعية بالكامل وممكن تستفيد من خلال لقاءاتك ومعارفك برج الدلو اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة من الآن لغاية ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد طبعا لا تعتمدوا على الحضوظ نهائيا اللي عنده برضو تنقلات بالسيارة ما بين المدن برضو نفس الشيء بده يركز أثناء القيادة ما يستعجل وما يتهور في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر فعشان هيك تنجحوا بالمحافظة على سمعتكم وعلى مصالحكم اللي اجتماعية وممكن اليوم اللي بده يجرب يقدم لوظيفة معين اليوم هذا مناسب بتنجحوا تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه اليوم حاول أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وحاول أنك تقدم أفضل المستطاع لأجل المكاسب فيها اليوم يعني بعض الأشياء اللي بنقول قلق وتوتر عشان هيك لازم تحافظ على سمعتك اليوم من أي تصرف خاطئ برج الحوت طبعاً بتكون تتجنبوا من الآن لغاية ساعات الصباح أي شراكة مالية اتفحصوا حساباتكم المشتركة ركزوا على أموركم المالية خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن يصير في بعض المسائلة لأموال الشريك أو أموال الزوج أو أنه تنسأل أنت يا مولد برج الحوت وين رح حت في هاي الفلوس أو قديش صرفت أو وين رايح ليش بتشتري ليش بتعمل أو ليش ملتزم أو عليك التزامات ليش ما تدفعها هاي المواضيع كلها ممكن تنفتح من الآن لغاية ساعات الصباح يعني على الوضع المالي من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماماً لصالحك فبتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة بالحوارات مع الأجانب بالتعاون مع أشخاص من خارج البلاد وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر اليوم الحظ حليف لإلك وداعم عشان هيك هذه فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة ومميزة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء